نتائج تقرير الخبراء السويسريين والذي يشير إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات مات مسموما بمادة البولونيوم المشع تثير ردود فعل غاضبة على الصعيدين الرسمي والشعبي في الأراضي الفلسطينية ويطالب الفلسطينيون بالكشف فورا عن من يقف وراء هذا الاغتيال الآن المطلوب من القيادة الفلسطينية فورا الدعوة إلى مجلس أمن دولي من أجل إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل تقديم أجناء وتقديم كل الدلائل الجريمة التي أصبحت واضحة للجميع تقديمها إلى لجنة تحقيق دولية نحن هنا أنا في أعتقادي أنه سنجرع إسرائيل السم قطرة قطرة كما جرعوني وأنه حياة قائد مسيرتنا أصابع الاتهام توجهت بشكل مباشر إلى إسرائيل والتي تمتلك مثل هذه المواد النووية المشعة في مفاعلها الذري بديمونة ويذكر أن الجسوس الروسي إليكسندر ليتفينينكو قتل بنفس المادة في بريطانيا قبل عدة سنوات والتي لا تترك أثارا بعد مدة من الزمن ولا يمكن اكتشاف هذه الأثار إلا بعد فحوص مخبرية دقيقة ومعقدة للغاية المفروض لا يناموش الكائمين على سلطتنا وتمشي معها وتروح للمحاكمة الدولية على أساس يأخذ حقوقه لرئيسنا على الأكل أكل ما يمكن أن يعملوا هذا وأن يأخذوا هذه النتائج بعان الاعتبار وأن يطالبوا بحق الشعب الفلسطيني وحق أمه العربية بمقتل هذا الشهيد وهذا الرمز وهذا القائد وأن يقتصوا من القاتل وأن يعرفوا أن يثبتوا للعالم كيفية مقتل هذا الشهيد أما في إسرائيل فيقولون أن الاتهام لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى الواقع حيث قال مسؤول إسرائيلي أنه لو أرادت إسرائيل اغتيال ياسر عرفات لقامت بذلك أيام حرب لبنان الأولى عام 1982 قضية موت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسموما بمادة البولونيوم لن تنتهي هنا مع نشر تقرير الخبراء السويسريين إنما هذه القضية الخطيرة والشائكة قد بدأت الآن من القدس مجد الحلبي MTV موسيقى موسيقى